اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ما ضرني ولا فادني تمام؟ ما ضرني ولا فادني لكن بعد كذا حولت على بايو درمة صحيح سعره تقريبا بالمية وشوي يعني تقريبا أنا خذيته بوقتها بمية و تقريبا بمية وثلاثين بس العلبة كبيرة ويستاهل وفعلا من قلب يرطب والترطيب يطول اما بالنسبة لسؤال كيف يوم صار أتخلص من الناس السلبية شوفي تذكري ان الله سبحانه وتعالى لما خلقنا ما خلقنا نتشابه خلق لكل إنسان شخصية منفردة منفردة فيها على الشخصية الثانية تمام؟ اهم شي مو مهم من الناس السلبية اللي حيولي المهم انه أنا ما اتأثر بالناس هذولا وانجر معهم خلاص تذكري لك حياتك لك حياتك مستقلة لك ميكانك المستقل لك تفكيك لك بيئتك المستقلة فتخيلي انهم ما هم موجودين بحياتك فعيشك انهم ما هم موجودين لأنهم مع الأسف ما رح يخلصون نهائيا من الوجود بحياتك ودائما الإنسان السلبي دائما يسقط سلبياته على الناس الناس ناتحي اقرأي عن الإسقاط ونتي تفهمين أنا مش قاعد أتكلم عليه دائما الإنسان السلبي كل السلبيات اللي فيه والأشياء اللي مي كويسة فيه يسقطها على الناس الناس ناتحين علشان يشبع من جوه ويرضي من جوه غروره ويرضي النقص اللي موجود فيه يعني إذا لقيت أحد أحد يتكلم في أحد أو أحد يتكلم بسلبية فيك تأكدي أن الشي السلب اللي قالوا عنك هذا موجود فيه أصلا فيحاول يعمل عملية إسقاط وتكلموا عنها علماء النفس ويلا تعالوا خلونا ناخذ السؤال اللي بعده هنا عندي متابعة أمها متوفية الله يرب يرحمها ويغفر لها تقول المتابعة يا أم سارة باختصار رسالتها زوجي من الناس اللي لما يغلط ما يعتذر بس يضحك ويسولف علشان يعني ما يحسسني أو مثلا على شاب ما يعتذر لكن ما يقول أنا آسف أحب أقولك لو قرأتي كتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهرة كنتي عرفتي طبيعة الرجل تمام؟ كنتي راح تفهمين طبيعة الرجل أكثر أنا أعطيكيها عندي يا أبو سارة أقدر أقول عليه زوج مثالي ما شاء الله تبارك الرحمن لكن مهم من النوع اللي على أي حاجة يعتذر أبدا أبدا إيش يسوي يقابل الاعتذار بنفس أسلوب زوجك تمام؟ بس يبغى لها إيش يبغى لها حنكم منك وفهم لازم أنت يفهمين طبيعة زوجك أنا عندي يا أبو سارة كذا ما يعتذر إلا للشديد القوي تمام؟ يعني لما يكون الخطأ بيّن وواضح إنه هو اللي غلطان لكن أوقات يصير بينه وبينه نقشات يصير سوء وفهم يصير سوء حاجة يقط كلمة يصير شي طبعا ما أقولك إنه من الناس اللي يغلط ويسب ويشتم لا لا بس أكيد تصير فيه اختلافه بوجهات النظر فإيش يسوي بالمقابل؟ أم سارة بش رايك روح نأخذ لنا فنجان قهوة؟ زبطينا قهوة بس أجيب حلة خلاص أفهم أنه هنا قاعد يعتذر الطريقة غير مباشرة هذا الشي يسعدني خلاص أفضل من الرجال اللي أنت حطيها في راسك أفضل من الرجال اللي يغلط ولا يعتذر ولا يضحك ولا شيء يظلم تجهب فهذه أنا ما أشوفها مشكلة صراحة اللي تتكلمين عليها أنا حياتي الزوجية مع زوجي ما قيسها بالمشاكل هذه هذه اسمها تفاهات يا بنتي شوفي أنا أقولك يا بنتي أنا مدري كم عمرك بس كبري عقلك عن السوال فهذه لأنه والله العظيم تفاهات مش شرط لما يغلط يعتذر هو غلط قام يضحك قام يسوالف خلاص قاعد يوصلك رسالة أنه أنا قاعد ألط في الجو بكل بساطة يعني والله العظيم قبل تقريبا أسبوع صار بيني وبيني وبين أبو صار نقاش تمام وصرنا ناخد نعطي بالكلام وما فهم الرسالة اللي أبي أوصلها فقال لي كلمة قال لي أنت كل مرة كذا أحس أنك ما تفهمين زين قلت جزاك الله خير إذا أنا ما أفهم معنات أنا ما عندي عاقل جزاك الله خير يوم أني ما أفهم قطعت النقاش وقمت فإيش سوى دخل بعد شوية جايب حالة وجايب قهوة من برة قال تعالي لدي قهوة وصلت الرسالة أنه أعتذر خلاص لا كبر الموضع كل إنسان يغلط كل إنسان بو سلبيات تبين الرجل كامل بالحياة أو مرة كاملة بالحياة ترى ما تجي والله ما تجي لا تبحثين عن رجال كاملين هذه طبيعة الرجل المرأة دغري بالاعتذار تعتذر لكن الرجل لا الرجل يعني طبيعته كذا خلاص عندي هنا سؤال واحدة تقول لي يوم سارة نصيحتك تقدمينها للبنات اللي تهم فاتحين قناة وخاصة لأعمارهم صغيرة زي بنتي سارة وإيش الطرق اللي تمشي عليها عشان يكون محتوى القناة هادف وإيجابي وقناتها قناة أطفال وعندي طلب ثاني الله يسعدك أتشرف أن تختاري القناة بنتي اسم حلو زيك تسمي قناتها حبيبتي بالنسبة للاسم هذا اسم اجتهاد الله يرب يوفكها يرب تحاول تلقي اسم مميز واسم حلو غير متكرر باليوتيوب يكون الاسم عربي أما بالنسبة كيف تطور نفسها شوفي دائما الأطفال لما يبوني قدمون محتوى أتمنى تكون المحتوى محفوظة برسالة أني أنا بوصل رسالة للأطفال الثانين أساعدها على ابتكار الأفكار وأزرع فيها الفكرة من داخل وخليها هي تبدع فيها بس بالبداية لازم أنت تتواجينها أنا لسا صغيرة هي ما تفهم معي هي ما يعرفة وش معنى صناعة محتوى فأنت بالبداية مسكيها طرف السفينة كذا أو رقبيها مسكيها مركب السفينة وكوني معاها شوي شوي لأن بإذن الله تتعود ودائما لما تحسين أنه في أشياء داخل الفيديو هي سوتها مثلا ما حبتيها أو ما جزت يقعدي معاها ويحاولوا تشرحي لها لأنه وراها مشوار طويل في هذا المحتوى والله يوفقها يا رب معانا هنا كمان سؤال وحدة تقول لي أبيك تسوي عن كيف أبيك تتكلمي عن كيف تسوي علاقة حلوة مع بناتك وطريقة تربيتك لهم واضح أن أمك قريبة منك ما شاء الله وسارونا أنت قريبة منها حبيت أسلوبك مع حيالية تتكلمي بذي النقطة ويقضيك الصحة والعافية يحفظ لك سارونا وسهل ما تبقى من حملك اللهم أمين والله يجزاكي خير بخصوص التربية تمام أمي ما ربتنا من الصغر أنا أقول لك ياها على أسلوب التراخي وهذا اللي أنا ماشي فيه مع سارة يعني أنا حاليا لو أعطي سارة نظرة أني أنا زعلانة منها ما فرضا فرضا على سبيل المثال ولا عمرها سوتها لكن على سبيل المثال مثلا أقولها سارونا جبي ديك هستموي مثلا ما فرضا تقول لو أعطيها بس ديك النظرة تركض تمام لازم الأم تكون حازمة في موضوع التربية وهذا اللي أمي مشتنا عليه من حن صغار اللي هو موضوع الحزن في موضوع التربية حلو أربي وبنفس الوقت أدلل اسمعنا كلمة أدلل ما خليها تركب على راسي لا ألعب معاها أدور الأنشطة اللي هي تحبها وأمارسها معاها لازم يكون أسلوبي معاها لين حتى في موضوع الخطاء أو الهفوات البسيطة يعني سوت حاجة لا تذكر ما أروح أتكلم معاها وأتنهزر معاها لا يا ابنيتي يا حبيبتي اللي سويتي خطأ يا ماما ليش سويتي كذا فهمتيني لكن لما تسوي حاجة من الأشياء اللي مرة تزعجني ما أنا ديها باسمها باسم الدلة علينا بتعود عليه فإننا سارونا ولا لونة أنا ديها سارة باسمها بسلوب حازم وبنظرة قوية عشان تفهم إنه هذا خطأ بسلوب أمي تغير بريقة كلامها تغيرت وهذا الشيء اللي أمي مشت فيه علينا خلاص وأنا بالنسبة لي أم سارة لما سارة الحمد لله أنا تخطيت مع سارة المرحلة هذه أنا مثلا تعاندني الحمد لله عمرها ما عاندتني إلا في البدايات لما كانت مرة صغيرة صغيرة يعني عمرها كان تحت السنتين أنا أتكلم لكن بعدها ما شاء الله تبارك الرحمن سارة ولا تعاندني ولا ترفع صوتها علي ولا تغلط علي ولا تتفل علي ولا تقولي كلمات وصخة نهائيا لكن أقول لك إنها منوية صغيرة أنا عانيت معها في موضوع التربية الحي لما كبرنا طلع عندها لما كبرت سارة شوية عفوا طلع عندها أشياء غريبة تبغيها مثلا على سبيل المثال مثلا فرضا يعني ماما أبغى ألبس اللبس الفلاني تمام مثلا ثوب فرضا حق عيد ميلاد تمام لازم أشرح لها أنه عيد الميلاد حرام مثلا شافت فرضا باليوتيوب ويحدا نسوي عيد ميلاد ماما نقول نشترح لها عيد ميلاد أمسكها يا ماما حرام يا ماما أن نحتفل عيد الميلاد حرام يا ماما نلبس أشياء عشان نتجهز فيها العيد الميلاد حيث لما عندنا لعيدين يا ماما جاء مرحلة مرحلة الغرس غرس القيم هذه المرحلة لازم ما تتهاون الأن فيها نهائيا لكن إني أمسك بنتي وأتشدد معها بكل شيء وهذا ممنوع أنا قاعد أعطيها كل حريات تتمارس كل طفولتها بالطريقة اللي تعجبها على سبيل المثال الألعاب الباربي اللي قامت الدنيا كل ما صورت سارة وهي تلعب بالباربي طلع الدمم وغرفة بنتك طلع الدمم وانا وديها أرميها بنتي تبقى تعيش طفولتها أرميها على الأيباد وأرميها على الجوال بهذا الزمن أنا وين أرميها وين أحطها يعني ولا أشرلها دمم وغير عيون حدث العاقل بما يعقل ألعابها بغرفتها تلعب بغرفتها وتطلع لازم البنتي تعيش طفولتها وتستمتع بطفولتها بايش بالأشياء اللي ما تزرع عندها أفكار غريبة أو تخليها مثلا طفلة أكبر من عمرها خلاص يلا كذا نشوف الفقرة اللي بعدها وحدة كاتبت لي هنا وتقول وش الحل مع الرجل اللي فيه وسواس نظافة لدرجة أنه يفتح باب الغرفة من دين شوفي أنت قاعدة تتكلمين طريقة جدا مستهينة فيه زوجك يعاني من حالة مرضية وهل على المريض حرج؟ هل على المريض حرج؟ المريض ما علي حرج واضح لأنه عنده مسكين وسواس قهري أنا أستغرب من بعض الزوجات اللي تحاسب زوجها على حاجة ويتدري مليون بالمئة أنه زوجها يعاني هذا شي خارج عن إراته اقرأي اقرأي عن الوسواس القهري زوجك بحاجة إلى يعرض نفسه للطبيب يعالج الحالة اللي عنده هذه بس لكن أني عاتب زوجي أو أزعل من زوجي و24 ساعة خناك مع زوجي أنت أنت زوجة عارفوا وش معنى زوجة البعض ما تفهم وش معنى زوجة ترى الزوجة ما هو أكله وشربه وفراشه بس لا 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 ترى الزواج ما هو كذا ترى الزواج شراكة بالحلوة والمر وبالمر قبل الحلوة هذا شي خارج عن إرادته شي هو ما لو يدفي حالة مرضية هو ما لو يدفي نهائيا أنا واجبك يا زوجة أضغط على يده أشد على يده وحاول على قدر وإمكان أني أساعده لأنه تعباء هذه حالة مرضية لا ترحين بكرة تقول له أنت مريض ومعاك مرض أنت كذا بتحطين تحطين الحطب على النار وبتزودينها بزيادة تكلمي معاه بهدو قولي شوفي إيش قريت بالإنترنت ليش ما أروح أنا وأنت عند دكتور يمكن يعطيك حاجات تخفف عنك الحاجة هذه بأيش بأسلوب لطيخ بأسلوب مرن بأسلوب حلو بأسلوب حنون لأن المريض لا يحرج نهائيا واضح أن يعاني من أسواس قهري موضوع النظافة شي طبيعي يعني وهذا يطلع تدريجيا الأسواس القهري سبحان الله إذا استسلم له الإنسان يبدأ تدريجيا لين خلاص هنا عاد تراهم للشيطان على فكرة الوطباس القهري من الشيطان لين تجي لحظة خلاص يفقد السيطرة فيها على نفسه فهو فعلا بحاجة إلى توجيه وبحاجة إلى احتواء بس هذا لي يحتاجه زوجك يعاني يلا كده ناخذ السؤال اللي بعده عندي هنا واحدة تقول لي حبيبتي أم سارة ربي سعدك يحف تقول لهم تابعتني من ثلاث سنين من قبل ما تتزوج والحين هي حامل بشهرات ثامن وهذا أول حمل لها وبكرية ما شاء الله تبارك الرحمن الله يقومك يا حبيبتي بالسلام وتبي نصيحتي كون أن أمها بعيدة عنها وش الأشياء اللي تسويها بعد الولادة واللي متاكلها شوفي نصيحتي لكي بعد الولادة كون أنك بعيدة عن أمك إياك تستسلمين الموضوع القعدة يعني أنا أجي وأجلس نص العافية بالحركة تحركي تحركي بس بدون إجهاد بس تحركي تمام تحركي بس بدون إجهاد لا تستسلمين الموضوع القعدة تمام شيء ثاني حالي على قدر أن كانت بروتين البروتين مرة مفيد اللي هو اللحم في بعض بعض البقوليات حي المفيدة عندك الفول مرة مفيد عندك كمان الحمص مرة مفيد هذه البقوليات شاربة العدس كمان أتوجه للشوفان الأشياء الحلوة اللي بعد الولادة تنأخذ وأنا من الناس لي مغرمة بالشوفان أحب الشوفان بالحيل سواء بولادة أو بعد ولادة وبرضو كمان إذن مثلا أنت ما يتأخذين مثلا من مطعم خذي مشاوي حاولي تبعدين على الغازيات شوي حاولي تبعدين على الحلويات شوي بعد الولادة خذي الأشواء الأشياء اللي تقويك وتقوي عظامك يعني تمام ما أرسي حياتك طبيعي تحركي بس بدون إجهاد بس أهم شيء يكون في حركة والله يا رب يتمملك على خير وتبشرين إن شاء الله أنك ولدتي ممتازة 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 أقول لك ياها خصوصا لما يكون عندك غرفة تبقى أن تكنسينها تحطينها فيها وتسكرين الباب وتطلعين بس الغرفة ما يكون مكبوب فيها فصفص ما يكون فيها بزر مكبوب فيها لا غرفة عادية فيها زبال الأرض ما هي نظيفة الأرض عليها نقط لكن الزبالة الكبيرة فايم ما أدري إيش هذه ما تشيلو لكن الغير كذا برضو كمان الشعر إذا فيه شعر بالغرف بالزوايا تدخل بكل المكانات وتكنس أعطيها صراحة ثمانية من عشرة يلا ناخذ السؤال اللي بعد كده هنا عندي متابعة سورية تقول لي الله يحييكي حبيبتي أنا ما أدري أنت سورية ولا أردنية تقول أنا أبغى أرحل في بيت جديد وبه ثلاث غرف وصلتين واحدة قدام المطبخ على طول سؤالي ممكن أخلي أولاد الصبيان عمر ثمانية وثلاث سنوات مع أختهم اللي عمرها 13 سنة في غرفة وأخلي غرفة للضيوف أم أسيب الصبيان في غرفة والبنت في غرفة وأخلي إذا جاني ضيف في الصالة أردي علي أثق في رأيك شوفي أول حاجة الأطفال ثمانية وثلاثة سنين يعتبرون مهم كبار مرة تمام بس يفترض أنك تفرقين بالمضاجع بين البنات وبين الأولاد اللي أقدر أنصحك فيه حاليا حلو إذا أنت يعني عندك الوضع محتاس شوي ما أنتي ما أنتي عار هو شو تسوي فيك تخلينهم بغرفة واحدة كون أنه ثماني سنين يعتبر لسه صغير وسحطيها في بالك على عشر سنوات لازم بتفرقين بينهم بالمضاجع حاليا ما في مشكلة لأن البنت كبيرة ولو البنت أصغر من الولد بقول لك خطر لكن كون البنت أكبر من الولد وهذا يعطيها سيدرة نوع أمه تمام لكن إذا وصل الولد اللي عمر عشر سنوات أنصحك نصيحة تعزلين الولد عن الولد الصغير وعن البنت تعطين البنت مع أخوها الصغير لأن الأخ الصغير يكبر بعدين تحطينه مع أخو تمام لأن مرحلة عشر سنين إلى مرحلة عشرين سنة هذه أخطر مرحلة حرفية ممكن يمر فيها الولد والبنت اللي هي مرحلة المراهقة فلازم بالطفل ينعزل بغرفة الحال أبو عشر سنوات حتى مع أخوه الصغير ما يقعد في نفس الغرفة حاليا لما يوصل للطفل إلى عمر العشر سنوات عزلي لكن بالوضع الحالي طالما ثمان سنوات والبنت ثلاثة عشر سنة تعتبر كبيرة فأنا قاعد أقول لك يخليهم المدة سنتين وبس سنتين هذه يخلقوا الله ما لا تعلمون بس حطيهم بنصف الغرفة يعني يخذي أكثر غرفة تكون سنتر بالبيت وإذا نعم ما يعلمي هم ما يقفلون مفتاح الغرفة ما يقفلون باب الغرفة يعني يظل باب الغرفة مفتوح تمام كذا يكون سرير البنت موازي ما يكون مقابل الباب مباشرة تمام ويلا كذا نأخذ السؤال اللي بعد كذا وحدة تسألني هنا على فرن الكهربائي اسم الفرن حقي قليم غاز كهرباء طبعا وعطيها عشرة من عشرة متابعة حبيبة تقول لي هنا الله يسعدك يا أمسارة خيرو الناس انفعهم للناس أنا أشهد أنك نفعتين بأشياء كثيرة عاس ربي يهول عليك اللهم أميني حبيبتي قاتبت لي داعوة حلوة بعدين تقول سؤالي الغالية هل جربتي لافندر والمنطقة الحساسة هو اللي قماش القطني أشتريه وقصص منه عادي يكون بديل الفوط بالفوط شيء اللي قلتي عليهم وبس ربي يسعدك تشوفي بالنسبة لللافندر أنا جربته أين عم غسول اللافندر وسويته معاكم قبل بشرطين غسل زين ويكون اللافندر من مكان موثوق أنه اللافندر غير مخلوط يكون طبيعي خلاص جربته نعم بخاخ وبالمرة بالمرة فرق صراحتا أما بخصوص الفوط لا أفضل اللي تأخذين اللي من عند شيء ليش لقماش قطني لكن الطبقة اللي حاطينها من فوق هذه طبقة طبية هم حاطينها آمنة لبشرة الأطفال فهذه الطبقة اللي فوق طبقة طبية بالمحلات ما راح تلقينها إلا إذا عندك أحد يشتغل بمستشفى أو لك أحد بمستشفى ممكن يتشوفين هذه الفوط حتى يحطونها للمرضى بالمستشفى ليش لأنها قطنية وطبيعية مية بالمية هي نفسها اللي عند شيء فعليها طبقة من فوق تحمي البشرة فأنصحك نصيحة حاولي على قدر الإمكان تأخذي من حق شيء ما تأخذي من الفوط العادية وتقصينها يلا ننتقل اللي بعده واحدة تسألني هنا عن الغسالة تماديك تقول زينة ولا ميزينة ممتازة بس خودي حاجة غالية لأن الرخيصة الرخيصة ما تنظف ممتازة خودي حاجة غالية سعرها فيها ودوم معاك أنا سامسونج كان سعرها بقرابة أربعة لفريال كذا أكون وصلت معاكم من نهاية الفيديو أتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا إذا حابين نكمل الأسئلة يكون فيديو بكرة الصباح لأنه أنا خلاص فيديوهات صباحية بعدة در أصور لكم كون أني مستوية في موضوع موضوع يعني حملي خلاص أنا الأسبوع الجاي بإذن الله تعالى ولا تي الله يهوونها علي رب يهوونها على كل حامل فإذا حابين يكمل فقرة الأسئلة هذه بكرة اكتبوا لي بالتعليقات وكمل الأسئلة اللي أنا ما جاوبت عليها أشوفكم على خير بفيديو بالليل بإذن الواحد الأحد رب يجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤخذني بما يقولون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك مع السلامة